السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الصغير وكتير اليوم بدي أعطيكم إياه Object References بس الحقيقة حتى نتعرف عن مصورت شو يعني ال Object وكيف يعمل له مناجمنت وكيف يعمل أكسس لالو بدي أعطيكم نقص صغير عنه لأنه بيزي منكم البراتيك كتير درسنا اليوم يمكن بيطلع شي خمسة تدوية معتر شو ال Object Reference؟ نحن بالمبدأ اتعلمنا مثلاً لما نخلق Object هلأ بالمجمال فيه الميموري تكون منظمة بطريقة معينة من قبل Operating System بغض النظر كيف تفاصيلها يعني بس أكيد تعرف أن الميموري عبارة هي عن Address وContent بعض بالAddress يعني مثلاً على Address 0000 بالأفطريق بالإجزادسيمال فعندي الVariable A مثلاً 00001 وعندي الVariable B إذا حطيت بالA1 Value Equal 1 أو Value Equal 1 أو Value Equal 1 أو Value Equal 1 بتروح على هاللوكيشن بتحط 1 حسناً لما أنا بيجي يقول Person For example P1 Equal New Person شو بيعمل السيستم؟ السيستم حقيقة بيروح هدا ال P1 بيعمل 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 وهكذا أوكي خلق Object ثاني بيضل على Memory في مكان آخر أكيد مش نفس المكان هلأ من الله أعز هلأ بعد تحطي بالإجزامل أنه ممكن يكون ال P1 وال P2 عنده نفس الValue ومع هكذا هني اثنين Object مش Object دوره واحد بس عكل حوال هلأ فتفضوا هلأ مثل Person قال P3 خلق لي Variable P3 أوكي بس ما عمله Assignment بالMemory فتفضوا هلأ قلت له P3 equal P1 فاور هندولي شو بيعمل كأنني قلت له هدول اثنين Object هني P1 و P3 عبدله على نفس المكان كأنه هني نفس الVariant نفس الAdress طبع هدي كيف يمكنني شوفها بس هكع فكرة خليني شوفها بالExample شو يصير New Share خليني أرجع على NetBeans نحن 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 انت تذكر class person الذي يعمل فيه كذا نحن نحن لدينا بس عنيدات دي إقالي نودات person p1 خلقت person p1 خلقيني بس جربتك على السريع بس بنبع بنفس المتودة to string تبعات الperson طيب خلقيني هلأ اليوتيوب خلق object سمي p2 كمان بنفس object بس بنفس feature نفس the day نفس the first name نفس the last name طيب السؤال هلأ نعمل أغان رحظوا نفس the volume هذول اتنين object عنده نفس the volume بس هلأ عني هذول object واحد ولا اتنين وكذا موضوع أكتير خلقيني ارتبون ما يليم هل p1 equal equal p2 هلأ هون هلتتبلي 2 إذا كانوا بيساوي بعضهم هلتتبلي false إذا ما بيساوي بعضهم هل يطلع التمييز بيقول لي طيب أنا يا أستاذ هذول ايه هذول ايه مثل نفس the value بعلمهم معنى هلني بيساوي بعضهم ما لك لا يا أستاذ وإذا ما بتصدق شوف شو صار هذة كاتب لي false لا ما بيساوي بعضهم طيب ليش لأنه هذول بكل بساطة يا شباب هلني object اتنين object مش object واحد يعني هلأ أنا إذا بحيت p2 p1 ما بينمحة لأنه كل واحد عبي يدل على محل بالميموري مختلف على بتاني وهذه النقطة كتير مهمة خليني بس مشان تسدوا اللعب يحكي أنا خليني نقولهم p1 dot set name set first name okay set first name set first name set first name بحر ربيحة بشوار شني ليلال مثلا okay طيب هل تغير الvalue بالp2 كشان تتأكدوا مكالمة من هنرجع لطبع الvalue بالp1 والvalue بالp2 هنرجع لطبع بالp1 نرجع لطبع نشوف هالريزولت لطبع معين ونحلل اول شي كتب لي متل معرفها ربيحة 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 23 سنة حسنا لما غيرت الاسم ربيحة مرة تاني اول object ربيحة اسم بلاد نظلط هدا كلام صحيح بس الobject التاني يدل ربيحة هدا بيدل على شو انه هني الحقيقة اثنين object صحيح انه الvalue هني زيتهم بس اني object مختلفين ويدله على كل واحدة بيدل على ما كان بالmemory مختلفة طيب شو يعني هلأ اذا انا جيت والدليل انه غيرت بالp1 ما تغير بالp2 يعني لانه اثنين object مختلفين حتى لو كانوا بشوعوا بعضه خليني كمان اجي هون اعمل شعلين completely و Propty و حطيت ب ore الممممممممممممممممين الشيح becoming خليني هلا ارجع عمال شو بيصير هلا اوكي هلا منليقي انه صارت true لان صارت نانتون عم يدلو على نفس ما كان بالميموري اوكي لاحظوا هنصر عندي true طيب خليني كمان نزبتكم فيني اشتعمل شارية تانية اسمها p2.eqr شو بتعمل هذه الميثود خليني اشيله هلا من system.string شو بتعمل هذه الميثود يا شغير equal هذه بتقرن اثنين object البعض بتقرن هل p2 بيساوي p1 خليني اشيله من هون هذه الميثود بدل equal equal بس هذه الميثود تقرن هلا بدونيش الفرق من equal والequal equal هذه p2 بتردلي true إذا كان p2 تسوي p1 وبتردلي false إذا كان p2 ما بتسوي p1 ها اجعل هون خليني نطبع system.out حاليك واحطهم بليا شان شان تكون اوضح لكم b ما افترض بس هذه الميثود بس اثنين بس اثنين system.out .println ها اضع لب حيضل مع true ونطبع بس اثنين بما أنه كل واحد يدل على ميبوري محل بس اثنين حيضل مع forms نضجل كاتبلي هون كاتبلي false مع أنه الvalue اللي بقالبون هني زيته طب بينما هون إذا جيت حطيت أنا هون P2 equal P1 أو P1 equal P2 نحن سايمين حطلني هون true لا لأنه الصوت بيدلوا على نفس الميموري طب بدي لكم شاري بس أخيرا قبل ما أختم بالدرس الصغير شو الفرق بين استعمال equal.equal method هذي method اسمها equal أو استعمال الoperand اللي نحن نعرف نقول if مثلا if P1 equal equal P2 حلا بالإجمال يا شباب بالإجمال يعني أي ما تب استعمال هذي equal equal و أي ما تب استعمال بدي لكم يا كل بساطة كل بساطة إنه بس يكون عم يستعمل شيء primitive مثلا مثلا مثل int variable int e لا أفتريب e1 equal 5 مثلا primitive يعني بدي إجمال int e2 equal 6 عادة إذا كنت عملا int أو long أو هذي الـ variable primitive المعرفون الفلود الدبل هذي إذا كنت أرى انتنين ببعضهم هون ما فيه memory ما فيه memory ما نستطيع معنه variable complex مثل object هذا لأ بكل بساطة فيله suicidal الآن se gallestion ygen إلى الزاهب مثلا الجديد المعلوم أهم أفترض أسم أجل أخير عند المعرف سيك hayır سيك hé أب stuff أجل حتى هون equal كلها دائرة بشي ما ضايق باية else else لا دائرة بس اكري ما ضايق باية هاي دي الكتاب نيه هون هون شو عبي عميد عبي قرر لي هال value هال value بقلب ال E2 بيساوي ال E1 كل بساطة هون هده Direct يعني هون يرن الValue مباشرة بس إذا أرن الObject لا يستحب استعمال الـ Equal-Equal نستعمل شوه الـ Method الحقيقة الـ Equal-Equal هي Operation بيسمها مثل Plus بينما هذي Method هل هو مثل شكل Method الـ Equal إذا أرن الـ Equal-Equal إذا أرن الـ Equal-Equal الـ Equal-Equal بينما إذا أرن الـ Variable Primitive مثل Int و Float و Double نستعمل الـ Equal-Equal